أول شي الحمد لله على السلامة مقيمي بأمريكا اليوم معنا بسوريا لأول مرة بسوريا نافهم أهلا وسهلا فيكن أنا يعني حتى وين ما بروح بالدنيا سوريا هي دمي وقلبي ونفسي فأنا ما بحث حالي إني طلعت لأني أخذ رفقاتي وبلدي وكل شي بحبه هون والإعلام الوطني تبع سوريانا كمان جوات قلبي كل أدعم عم تقولي بسوريا معدل أدعم تزوري سوريا أنا يعني ما بقدر غيب كتير لأنه ما بتقدر تغيب عن العشق يعني بس هلأ صار لي سنة ونص ما نزلت على سوريا لأنه كورونا ومطارات أوروبا كلها سكرت ومطارات كندا وأماء يعني كل الدنيا فهلأ شوي حتى خفت هجمة الكورونا لحتى ست صباح اليوم بعيدة أم مبعدي عن الدراما السورية منشوفك شوي مقلة بأعمالك بإطلالاتك مبعدي أم أنت قررت هيك لا أنا ما قررت ولا مبعدي بالعكس أنا رفقاتي كلهم بيحبوني الحمد الله وشركات الإنتاج كلهم بيحبوني يعني أنا حدا لطيف ومسالم ويعني بيقلولي أني موهوبة وحلوة وحلأ أصوات ولهلأ أدوارك تطلبي لهلأ لهلأ بس أنه شوي فيه ظروف السفر يعني خصوصي هدول السنة ونص أنه كورونا والله انطلبت لعدة أعمال أعتذرتي يعني لأ خفت أنه تسكر لحدود وما أقدر أرجع أعرفت فأنه خلص الواحد يستسلم للوضع يعني الوضع الصحي بدي يقول هل ظلمتي بكم الأعمال اللي شاركتي فيها اليوم نشوف فناني صاعدة عندك كم أعمال هائل أكتر من 200 عمل بتكون لو دور بصغير حضرتك من ظلمتي بعدد الأعمال اللي عملتيا ولا بتقولي هيك بستحق لا أنا بستحق أحسن من هيك بكتير أنا عم شوف نجوم عليود ونجوم العالم كله يعني أنا بهذا المستوى أنا خرجت أدب إنجليزي وأنا مرى حلوة وأنا مرى مثقفة وبعرف إمتى أسكت وبعرف إمتى أحكي بس يعني أحيانا الشلالية بتكون عائق أحيانا عانيتي من هذه القصة فترة من الفترات أكيد وفي حوس براس الناس أو يعني هلأ الشباب بيحبوا مثلا أنه بنت لطيفة وحلوة وهيك إنه ممكن إنه يكون في هيك استلطاف أو شي والبنات بيغاروا من بعض فأنا كنت الضحية عانيتي من غيرة فنية من الوسط من زميلاتك كان في هالغيرة؟ أكيد أكيد يعني يعني عانيت كتير منها هاي كيف كنت تتصرفي أو تكون ردة فعلك؟ تزعلي تاخدي موقف أو تحاربي مثلك مثله؟ أنا مرا واثقة بنفسي جدا بعدين أنا عندي الحياتي العائلية مليتني وحياتي الثقافية وحياتي الاجتماعية وطبعا عملي هو أهم شيء بحياتي لكن وقت اللي يصير زرف خداع ويتاخذ مني أدوار أنا كنت مثلا سافر سافر يعني أنا في عندي كتير إشياء حلوة ممكن أعملها إلى صباح ما يحز بقلبي كتزعلي تحسي يحز بقلبي يعني للأمانة بس أنه ستيل أنا أوكي بزيت وراء ظهري وشوف الحياة حلوة على طول صارت معك بفترة بأحد المسلسلات هذه القصة؟ كتير آخر شيء بقنادير العشاق ولا باب الحارة ولا؟ أنه يعني نحن عم نحكي على تاريخي على الكارير التبعي بشكل عام بس هلأ هلأ لأ أنا كتير صرت ريلاكس ومتصالحة أنه الحياة مثلا أنه الوسط الفني هيك التكنولوجي تبعه وهيك هيك يعني هيك ماشين فأنا اللي بيحتاجني واللي بده فن بيجيب صباح بركات بس اللي بيحب مثلا أنه يكون في علاقات اجتماعية أو هيك شغلات لطيفة بين الناس يعني هنا نحرين أحييكي مثلتي دور البطولة المطلقة بالبدايات بريك قديش قدرتي تعملي نجمة صف أول؟ ليش أنا حتى بقنادير العشاق أنا بطالة أولى طبعا أولى عم بحكي لكن مشترك كان في عمل مشترك كان في بطولة ثونائية إذا بدنا نقول أو حتى بباقي العمل كان بباب الحارة كان في عمل مشترك كامل ما في بطولة مطلقة بالبدايات كانت أكتر كمساحة دور كوجود بعمل كامل كانت لإلك إيه لألك ليش لأنه كان في تكنيك هو البطل الأوحد أو البطل الأول هلأ العالم ده خلقة من البطل الأول إنه بده يضلب وشنا عرفت فصار لما أهلا لما يكون هادو 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 اللقطات مت نوعا أكيد أنا مع هاي عاصرتي الدراما السورية من مطلع التسعينات يمكن تقريبا إن كان من مرايا أو أبل سبعة وثمانين سبعة وثمانين مريتي خلال هالسنوات بمختلف مراحل كنت صغيرة ما شاء الله عليك إلى هلأ محافظة على هذا الجمال اليوم البطولة والنجومية عم تقدم باستسهال بلا الشروط برأيك بدايئك هدا الشيء فيه معد بقى نفس الشروط ومعايير النجومية عم تحكيلي ثقافي عم تحكيلي طل حلوة عم تحكيلي شغل على حاله اليوم أي صبية جميلة ممكن تعمل ممثلة اليوم أي بس هلأ مثلا ممكن في شركة إنتاج معينة بدون هاي النجمة بشروطة فأوكي أنه بيعطوها بطولة هدا المسلسل بس لما بيكون الأرضية تبع هاي النجمة مو أرضية ثابتة مو أرضية فنية وموهبة يعني بظن أنه صعب الاستمرار بهاي الحالة فهذا الشيء أبدا ما بيزعجني الحياة متجددة على طول ونحن بنقبل كل الأطراف على طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة